متين يوم بيصوري جين واش قرر جي خلاص قال ايه جاب صاحل صلطتي الشباب يوم بيتعشل جابه العشل جاب صلطتي واش بتاكل صلطة اروب خبص خبص واش صلطة دي ان شاء الله بتقه ديان على صفرة ايه تشوش في ايه ايه الجدري قال اقب قال اقب قال اقال صلطة تعال شور شوف العيوش شوف ادكد دهنة شور شور شوف قوط البابسي جفي الماع وهذا ينبلد الزباس يحتاج اولا الى ان يملك مؤهلات ثقافية وفكرية كافية يملك مؤهلات فكرية وثقافية وعلمية كافية اثنين يملك مؤهلات روحية وأقلاقية اتجيب لي خطيب ما عنده مؤهلات روحية أخلاقية ينسف كل طروحاته اتجيب لي راجود أخلاقياته منهارة سلوكياته منظيفة هذا يسقط كل ما يطرح من قصائد يحتاج خطيب يملك مؤهل روحي أخلاقي ونحتاج الى شاعر يملك مؤهل روحي وأخلاقي ونحتاج الى راجود يملك مؤهل روحي وأخلاقي ثلاثة المؤهلات السلوكية تقوى الوراع كل ما يرتقي مستوى التقوى عند الخطيب يرتقي تأثيره كل ما يرتقي مستوى التقوى والوراع عند الشاعر وعند الرادود يرتقي مستوى تأثيره جيب لي رادود معروف بالوراع والتقوى لا شك أثر أكبر من رادود أعرف ما عند التزام كبير بكثير من ممارساتنا الشرعية الدينية فإذا لازم يملك الخطيب الراجول الشاعر مؤهلات سلوكية تقوائية ورعية بدرجة تعطيه أو تؤهله إلى أن يكون في هذا الموقع نحتاج إلى أن يتوافر الخطيب والراجول والشاعر الحسيني أن يتوافر على حس رسالي الحس الرسالي يعني أنه يشتغل من أجل أن يحرك أهداف الحسين مفاهيم عاشرة قيم عاشرة يريد يزرعها في الناس يريد يصنع ناس مرتبطين بعاشرة مو واحد يريد يكسب شهرة يجينا شاعر يجينا رادود المهم أن يكسب شهرة عند الجماهير المهم أن الجماهير يتردد شعره وقصائده ورداته يجي شاعر لا رسالي مبدئي يقول أنا الهدف هو أن أوصل مفاهيم الحسين أن أصنع أجيال مرتبطة بالحسين هذا حس رسالي لازم يتوافر عند الرادود والشاعر والخطيب الحسيني حتى يستطيع أن يمارس دوره ثم يحتاج لأن يملك أدوات الخطاب أدوات الخطاب أشاليب الخطاب لغة الخطاب لغة الحديث مع الناس كلما ترتقي اللغة ويرتقي الأشلوب يرتقي التأثير